احتفلت النيابة العامة بمرور عشرين عاما على تأسيسها تحت شعار عشرون عاما في حماية الحقوق وارساء العدالة بحضور معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وسعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير التنمية الاجتماعية وسعادة وزير الإعلام وعدد من الشخصيات العامة عشرون عاما من التطور والتقدم والإنجاز ترجمها هذا الصرح الوطني الهام كأحد أبرز ثمار المشروع التنموي الشاملي في مملكة البحرين خلال العهد الزاهري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه احتفل بها هذا الجمع الغفير من رجالات القضاء في مملكة البحرين ومنتسبين نيابة العامة برعاية سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام إن تأسيس النيابة العامة لهو أحد المكتسبات التاريخية المتحققة على مستوى تطور منظومة العدالة الجنائية ضمن مسيرة البناء الوطني في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وإن ما تحقق خلال العقدين الماضيين هو منجز كبير ومهم فيما يتعلق بالعدالة الجنائية في مملكة البحرين ومصار الدعوة الجنائية فيها حيث ساهمت هذه التجربة في إيجاد خبرة قانونية نوعية ومتخصصة ومعمقة فيما يخص سلطة التحقيق وتشكيل الدعوة الجنائية والاتهام بل وأصبح نجاح هذه التجربة نبراساً احتذى به العديد من الدول في منطقتنا سعيدين بالتواجد للاحتفال بمرور 20 سنة على إنشاء النيابة العامة هذه الشعب الأصيل التي صدرت عن رقبة من جلالة الملك في موضوع توطيد السلطة القضائية والنيابة العامة كأمينة على الدعوة الجنائية وهي خصم شريف في جميع الدعوة ننظر للخلف ونستذكر عند إنشاءها من 20 عنصر فقط من أعضاء النيابة ونرى يوم أكثر من 250 عنصر مر على النيابة العامة سعيدين بتطوير الجهاز القضائي سعيدين بتطوير وتطور أعضاء النيابة العامة دائماً نقول أن التحدي دائماً هو في البداية كان كسب ثقة المجتمع والحمد لله في فترة وجيزة تم كسب ثقة المجتمع من خلال ما لمسناه نحن أو تلمسناه نحن من المشاكل الموجودة وما لمسه أفراد المجتمع نحتفل اليوم بمرور 20 عاماً على تعسيس النيابة العامة وهي ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وانتهز هذه الفصة لتزامنها مع ميثاق العمل الوطني وأرفع أسماء آيات تهاني والتبركات إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين كافة فخر واعتزاز كبير عبر عنه حضور هذا الحفل من الوزراء والقضاة ومسؤولين نيابة العامة والقطاع القضائي في مملكة البحرين مشيدين ومؤكدين على الدور المحوري الذي لعبته النيابة العامة في صياغة واقع مجتمعي آمن ومتحضر يشار له بالبنهن في ذكرى الأشرين سنة على مرور تأسيس النيابة العامة وهي ثمار مشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مسيرة طويلة من خلال العمل على تحقيق العدالة الناجزة التي اكتسب الكثير من الخبرات من خلال هذه المؤسسة في المرموقة في الشأن القضائي تجربة النيابة العام حقيقة تجربة ثرية جدا واليوم الذي تم استعراضه في فقرات الحفل يمكن عايشنا معاه شلون النيابة العامة كانت جزء من التطور القضائي الكبير والتطور في منظومة العدالة في مملكة البحرين وحماية الحريات وحقوق الإنسان من خلال محطات كثيرة واكبت فيها التطور في النظام القضائي الدولي وخذت أنجح التجارب فيه وتواكبت معاه بشكل كبير مسيرة مباركة ورسالة نبيلة حملتها النيابة العامة خلال عشرين سنة من التميز والعطاء حافظت خلالها على حقوق المجتمع وأفراده وصانت بكل كفاءة واقتدار المنظومة العدلية البحرينية في إطار دولة المؤسسات والقانون ونهج التحضر والتقدم الذي تنعم به مملكة البحرين عشرون عاما من العطاء المتواصل مسيرة من الإنجاز والتطور والتقدم حملها منتسبون نيابة العامة كثمرة يانعة متجددة من ثمار مسيرة التنمية الشاملة لهذا الوطن المعطاء يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين